نرحب حضراتكم معنا مرة تانية نرجع لأخبارنا وطبعا الخبر والملف اللي كنا نتكلم فيه مع حضراتكم قبل الفاصل موضوع كورونا وطبيعة طبعا الجهد اللي بتقوم بالدولة للإجراءات الوقائية والكشف طبعا والحجر الصحي وتأمين المنافذ كان فيه نقطة متعلقة بأسعار التحليل الخاصة بتحليل PCR طبعا ده اللي كان مطلوب وكان شرط من أكتر من دولة ممكن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بالنسبة للمصريين اللي كانوا بيشتغلوا هناك وجم أجازة لمصر وعايزين يرجعوا مرة تانية فاشترطت هذه الدول أنه يبقى فيه تحليل يعني يثبت خلو هذا الشخص من المرض وبالتالي يكون متاح للسفر على طول ويتوجه للسفارة كنا فاهمين طبعا أنه كان فيه مشاكل وكان بقولوا طبعا نعمل التحليل ده فين طيب بكام طيب هنوسقه ازاي ودور السفارة وازاي تم التنسيق بين الجهتين وكنا قلنا حتى سعر التحليل الخاص بPCR بنكلم على ألف جنيه تقريبا على طول طبعا بعد ما تم الإعلام من قبل وزارة الصحة عن توفر هذا التحليل وأن التحليل ده موجود فيه بس نقولها بلتر حضراتكم في المعامل المركزية التابعة له وزارة الصحة فعلى طول النهاردة وهنشوف الصور مع حضراتكم عدد كبير الحقيقة من المصريين راحوا على المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان علشان يعملوا التحليل الخاص طبعا علشان يقدروا أن هم يسفروا المعامل المركزية كان فيه إقبال طبعا وزحام بشكل كبير جدا يعني كمان حتة الزحام ده يعني فيه برضو علامة استفهام هل قلت عدد المعامل المركزية هل الناس يعني كانوا منتظرين فتكدسوا وما فيش يعني حركة أو شغل مطلوب أنه هما الناس تدخل بسرعة تخلص تحليلها تمشي على خير فطبعا كان مشهد لافت للنظر فعلى طول يمكن سمعنا أخبار من وزارة الصحة أنه هيتم زيادة أعداد المعامل المركزية على مستوى الجمهورية وتحديدا في القاهرة الكبرى طبعا علشان نقل القصة الزحام والتوابير والتكدس طبعا بالعدد الهائل اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشة فالمعامل المركزية بسرعة الصحة قالت بقى أنه هيتم توفير التحليل فعشر محافظات بالجمهورية زي ما بقول لحظاتكم علشان نخفف من الزحام قدام المعامل ومرعاة طبعا لظروف المواطنين وإحنا أصلا مش عايزين زحمة ومش عايزين تكدس ومش عايزين نكون في بيئة خاصة بعد الشر يعني أنه يتم نقل أي مرض فبالتالي حتى هتكون الأولوية كمان للمسافرين اللي خلاص الفيزا الخاصة بهم يعني قربت أنها تنتهي أو خلاص لازم أن هم يسافروا في خلال ساعات فهتكون لهم الأولوية أن هم يدخلوا على طول يعملوا التحليل ويخلصوا وراءهم وكل حاجة من ناحية تانية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان طبعا تعاملوا مع قصة التكدس اللي موجود في محيط المعامل المركزية لأن الحقيقة المسألة دي كانت محل شكوى ويمكن مواقع التواصل الاجتماعي على طول حاطط طبعا الصور وكانت صور لفتة للنظر وطبعا مشهد غير مقبول وإحنا بنتكلم على القواعد الصحية المتبعة ومش عايزين الزحام ولا عايزين التكدس أو الجو العام ده فزي بقول لحضراتكم بقى فيه يعني على منظومة الشكاوى الموحدة طبعا لمجلس الوزراء مركز المعربات طبعا لمركز الوزراء جالهم شكاوى كتير من المواطنين اللي وقفوا بالساعات قدام المعامل الطبية دي أو المعامل المركزية وما قدروش ان هما يعملوا التحليل نتيجة طبعا للتكدس الكبير فما كان من رئيس الوزراء غير ان هو اتفق مع وزيرة الصحة ان يتم الاعلام عن قليات جديدة نظام ميسر وسهل هيطبق ان شاء الله من يوم الاربع اللي جاي علشان يتم اتاحة الفرصة لكل الناس اللي عايزة انها تعمل تحليل فيروس كورونا انها تقدر تعمله بسهولة ويسر خاصة طبعا انه في بلاد زي مقلحاتكم مش طرطة قصة التحليل فيعني ان خفف العبقة على الناس ما يبقاش في زحمة الناس تخلص ورقها على طول فيه ناس كنا بنسمع ان هما برضو نازلين اجازة وصارهم لسه بر ولادهم بر فيعني ان تذكرت سفر خلاص هتنتهي فيزا خلاص فبالتالي الناس اللي هم اولوية على طول يدخلوا بروحاتكم هيبقى فيه التحليل ده هيكون في عشر محافظات هيزودوا المعامل المركزية الاولوية هتكون بالنسبة للناس اللي انا بكلم حضراتكم عنهم ان هما فيه ضرورة قصوى ان هما يخلصوا بسرعة ويسفروا يعني يشوفوا طبعا شغلهم فده ان شاء الله زي بوحاتكم ده هيكون من يوم الاربع اللي جاي بإذن الله نتمنى بقى المشهد ده ما نشوفوش ما فيش الزحمة ما فيش التكدس ده يبقى حتى فيه كشف بالأسامي الناس تبقى عارفة ممكن تروح امتى الساعة كام فتدخل على طول على دورها بدون المشهد ده